ولكن الفخامة والأبهة والتقاليد والتفاصيل اللي كانت موجودة في الجنازة الحقيقة كانت كتير جدا يعني ما فاتهمش حاجة لدرجة مثلا كان في حيرة طبعا الملكة إليزابيس من وهي طفلة حتى قبل أن تتولى العرش بريطانيا وحتى بعد ما أصبحت ملكة وهي كان معروف عنها أن هي بتعشق الخيول وإستابل الخيول وزارتها لإستابل الخيول ده كان شيء مقدس وشيء روتيني عندها فكانت بتحب الخيل وكان لها أحصنة مفضلة أو خيول مفضلة لحد ما صف صفه على حصان واحد مفضل وده كان سر مكانش أمر معروف بالنسبة للعامة إلا يعني الإستابلات الملكية هم اللي كانوا عارفين ولكن النهاردة الصورة اللي ظهرت النهاردة كانت الحقيقة واضحة جدا أن هي كانت بتحب حصان محدد كان واقف أثناء مرور الموكب بتاع الجثمان وهو الحصان إما ده طلع هو الحصان المفضل حتى كلاب الملكة الكلبين اللي هي كانت مربيهم وبتعشاهم برضو كان الحراس والمختصين بالكلاب الملكية كانوا وقفين مسكنهم عشان يتابعوا الموكب شيء الحياة عظيم جدا